ليه قلت في بداية الحلقة وأنا بتكلم على السوبر ليج أن الموسم اللي جاي ممكن يكون الأهم والأخطر لكل أندية أفريقيا لأنه بنتكلم على استحداث بطولتين البطولة الأولى اللي الناس كلها بتتكلم عليها النهاردة هي بطولة السوبر ليج اللي جوائزها هتوصل لحوالي 100 مليون دولار وده بالنسبة لقارة أفريقية طبعا نرقم ده في أوروبا ولا حاجة يعني خليني أقول لكم مثالاً أو قياساً يعني النهاردة فيه مطش السوبر كوب في فنلندا الريال في مواجهة فرانكفورت المشاركة في البطولة أو بطولة المشاركة في المباراة دي 5.1 أو 5.1 مليون دولار للفريق اللي بيشارك فيها لكن ما يعني قدينا بنقرب احنا متكلم على جائزة المركز الأول في السوبر ليج اللي حضراتكم شايفين المؤتمر تقدمها النهاردة البطولة اللي كان فيها كلام كتير جداً سنة اللي فاتت من السنة اللي فاتت يعني لغاية ما تم الإعلان عن التفاصيل المبدئية اللي حضراتكم شفتوا النهاردة ده ليس التصور النهائي تتصور المبدئي للبطولة الفائز بالمركز الأول في السوبر ليج الأفريقية هياخد 11 مليون دولار 11 مليون دولار وده بالنسبة لكرة في أفريقيا رقم فلكي نقلة كبيرة جداً 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 يعني خد بالك مثلاً لما بنتكلم على أنك تشارك في سوبر ليج فتاخد 11 مليون وتلعب سوبر أفريقيا مثلاً فتاخد لك مليون ونص أو 2 مليون تانين وتشارك في كاس العالم فتاخد لك 3-4 مليون حسب النتائج اللي انت بتعملها انت بتكلم في ميزانية كرة في نادي لم يحققها من جواز على مدار تاريخ الكرة من أول ما بتدنا نقول يلا بطولة في أفريقيا وبالتالي ده نقلة نوعية كبيرة جداً على مستوى بقى عقود الرعاية وعلى مستوى الصفقات اللي هيتم إبرامها لأنه تتكلم على مبالغ ضخمة جداً مبالغ فلكية وبالتالي كواليتي الكرة للأنديا اللي هتشارك بشكل عام والأنديا اللي تفوز بالبطولة بشكل خاص تختلف تماماً جملة وتفصيلاً عن المسلم اللي بعده زيد على ده قبل ما دخلك في تفاصيل السوبر ليج إنه كاس العلم للأنديا كمان واضح إنه الفيفا بعد النسخة اللي جاية بعد نسخة 20-23 أنا بتكلم بداية من 20-24 يعني بعد السوبر ليج ما يخلص هيكون عندك نسخة كاس العلم بشكلها الجديد واللي بيتبنى الفيفا بمشاركة 24 فريق من كل القرات على عكس بقى اللي احنا كنا متعاودين عليه 6 فرق وصحب الأرض 7 فرق بيلعبوا البطولة وقصة وانتهت فالفيفا بيفكر يكبر أو يوسع وبالتالي حجم الجواز فيها برضو هيكون مختلف عشان كده المسلم اللي جاي ده مهم المسلم اللي جاي ده هو إنك بتحط القواعد أو بتبني الفريق اللي على أساسه هتخش تراهن عليه في بطولة السوبر ليج نظامها بسيط جدا وإن كنت أشوف إنه نظام شوية برضو فيه شبهة عدم تكافؤ فرص بس خليني أشرح لك نظامها نظامها إنه فيه 24 فريق هيتم اختيارهم من القرات إفريقيا بناء على تصنفهم حسب مشاركاتهم في بطولات إفريقيا في السنوات الأخيرة مالوش علاقة بالتتويج من عدمه يعني إحنا هنا بنقول إيه أول الدوري وتاني الدوري بيشاركوا في بطولة الشامبيونز ليج بطولة دوري الأبطال تالت الدوري ورابع الدوري بيشاركوا في كونفيدرالية مش عارف في بطل الكاس هيشارك في إيه بس إحنا هو ده الترتيب اللي ماشي عندنا لكن القصة في السوبر ليج لأ قصة مختلفة وحسابات تانية خالص مبنية على تصنيفات الفرق من قبل الاتحاد الأفريقي في السنوات الأخيرة وطبعا هنا بنقول إنه الأهلي أكيد لأنه الأهلي الفوارق بينه وبين كل عندية القرى كبيرة جدا فبالتالي الأهلي دمى النصيب لكن في النهاية خليني أقول لكم التأسيمة بتبع عبارة عن ثلاث مجموعات مجموعة الشمال الأفريقي تمان فرق لم يتم تحديد المعايير اللي على أساسها يعني إحنا عندنا في شمال أفريقيا فيه خمس أو ست دول عندك مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب واعتقد موريتانيا ولا ممكن موريتانيا تمشي غرب يعني ما علينا الشمال الأفريقي تمان فرق يشاركه في مجموعة وسط وغرب أفريقيا تمان فرق تانين وجنوب أفريقيا السحل الشرقي بقى وصولا لغاية جنوب أفريقيا تحت تمان فرق تانين بيصفوا أو بيلعبوا مطشط مع بعض الثلاث مجموعات دول زهابا وقيابا يعني كل فريق بيلعب مع سبع فرق تانين يعني 14 مباراة في دور المجموعات بيتم اختيار أفضل ثلاث فرق أو أفضل خمس فرق في كل مجموعة مظبوط أفضل خمس فرق في كل مجموعة وبعد كده بيتم اختيار أحسن فريق في المركز السادس يبقى دور الستاشر زهاب وعودة لغاية لما نوصل للمباراة النهائية اللي هتقام من مباراة واحدة فاصلة يتحدد على أساسها بطل السوبر ليج يترتب على ده أنه بطولة دولي الأبطال هترجع معها لشكلها القديم بتاع التسفينيات مفيش مجموعات والجو ده هم الفرق بتلعب مع بعض من دور 64 لدور للمباراة النهائية كلها بنظام الزهاب والعودة مواجهات مباشرة والمغلوب يطلع آوت نوكاوت والفايز بيكمل لغاية لما يوصل للمباراة النهائية لكن على أي أساس طبعا يعني هنا مثلا الأهلي بطل الدوري هل الأهلي في الوقت ده والأهلي رانكينج نمرة واحد أو تصنيفه رقم واحد على مستوى قارة أفريقي هل يحق للأهلي أنه يلعب في السوبر ليج والشامبينز ليج يعني أعتقد أنه يحق له لكن هل ده ممكن يحصل ولا لا برضه محدش عارف البطولة اللي هتكون مؤهلة بما أنه دوري الأبطال تراجع من حيث الأولوية أو من حيث الأهمية على مستوى القارة وباقة السوبر ليج هي اللي في صدارة المشهد هل السوبر ليج اللي بيقاهل لكاس العالم الأندية أو لتشامبينز ليج هي اللي مازالت بتقاهل لكاس العالم الأندية أسئلة كتيرة جدا هنجاوب عليها في الأيام اللي جاية هتسمحون لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر